أسميه الجهاز المعجزة أول جهاز داك آمب تقدر تغير شرائح الداك فيه وأيضا شرائح الأوباء تابعوا معناها المراجعة تعرفوا على الوحش XDO XD05 Pro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني وخواتي المشاهدين في قناة عالم السماعات قبل لا نبتدي أحب والله أن هذا الفيديو يعتبر استعراض للجهاز وخصائصه وطريقة التعديل عليه بالنسبة للتقييم الصوتي شبه مستحيل أني أقدر أغطيه بسبب كثرة التعديلات على الجهاز فأحتاج شهور طويلة علشان أقدر أجمع النتائج المختلفة مع كل تركيبة مؤينة بسم الله نبتدي معكم استعراض العلبة وهذا هو من الخلف يعني عليه بعض المواصفات والخصائص إلى آخره وهذه طريقة تقديم الشركة للمونتج عندنا الجهاز نفسه هنا نشوفه بعد شوي عندنا هذا قطعة عليها شعار الشركة من المعدن شوف باقي المحتويات مثل ما تشوفون ما شاء الله الشركة ما خلت ظاهر ولا وصلها اللي وحطتها لك عندنا الوصلة الأولى اللي هي من تايب سي إلى اللايتنينج وعندنا أيضا من تايب سي إلى تايب سي وهذه وصلة طويلة من تايب سي ميل إلى فيميل تايب سي حطي مجموعة من مسامير بعد شوي بنعرف شفايدتها وحطي اللي اكتقهم من القواعد تقدر تركبها على الجهاز للصيقها بحيث أن يكون يعني أكثر ثبات على المكتب وعندنا مفك للمسامير اللي على الجهاز أدابتر من 3.5 إلى كورتر إنش وعندنا أيضا أدابتر من 3.5 إلى 3.5 وأدابتر ثاني 4.4 إلى 4.4 وأدابتر من تايب سي فيميل إلى تايب اي ميل يوس بي وعندنا أدابتر اللي هو AES هذا خاص بالبالنس في بعض الأجهزة تقدر توصلها على الجهاز هذه محتويات العلبة خلصنا منها نيجي لها للجهاز نفسه هذا شكل الجهاز بنتكلم عد عن الأزرار والخصائص حقيته بعد شوي إن شاء الله بشكل أكبر سعر الجهاز 800 دولار تاخذه ستوك نفس اللي شفتوها الحين بس أنه بتلاحظون معي أنه مع كل ترقية تسويها لها رح تطلع الميزانية معك الأرقام كبيرة وأذكر لكم كل ترقية سويتها له مع سعرها وفي النهاية بنعطيكم الإجمالي اللي كلفنا إياه الجهاز بالضبط ننتقل للمواصفات الجهاز يجي بشريحة داك قابلة للتغيير لكن الشريحة الرسمية اللي جاية معه هي اس تسعين تسعة وتلاثين برو الأوب آمب أيضا قابلها للتغيير ويجمعها نوعين الأول اللي هو OPA 1612 الثاني من تصنيع شركة تيكسس إنسترمنت موديل L49 720 20MA ترددات الصوت المدعومة على الجهاز من 20 إلى 20 ألف منافذ الأوتبوت في الجهاز 4.4 منافذ الإمبوت عندنا نوعين اللي هي الديجيتال اللي هي AES اللي شفنا قبله شوي الأدابتر حقها واليو اس بي والأوبتيكل والكوكسال والانالوج اللي هي 3.5 و 4.4 جودة الPCM اللي يدعمها 768 كيلو هيرتز على 32 بيت جودة الDSD 512 الجهاز يجي فيها بطارية بسعة 13600 ملي تستمر معك على وضع الإيكو أو الوضع الاقتصادي كتشغيل إلى 20 ساعة مدة شحنها بالشحن السريع 6 ساعات والشحن العادي أو البطيء 10 ساعات يدعم الMQA إلى 8X الجهاز بداخل الشريحة FPGA أيضاً فيه بلوتوث بشريحة QCC 5125 تدعم بلوتوث 5.1 مع دعم استقبال كوديك البلوتوث SBC, AAC, Aptics, 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 Low Latency, Aptics HD, LDAC طاقة اللي طلعها الجهاز 2 واط على 32 اوم 930 ملي واط على 300 اوم 510 ملي واط على 600 اوم طاقة بالVRMS للأسف ما وضحتها الشركة لا هي ولا الديناميك رينج الجهاز يدعم إلى مقاومة 600 اوم والاوتبوت امبيدينس فيه على منفذ الانبالانست اللي هو الكورتر انش يعطيك 0.2 اوم وعلى منفذ البالانست يعطيك 0.4 اوم الان بنستعرض لكم شكل الجهاز وواجهته والمنافذ اللي فيه كلها والازرار ونظامها الداخلي اول شي بنشغل الجهاز مثل ما تشوفون الجهاز فيه الشاشة اليد صغيرة وعندنا من الامام عندنا النوب الخاص بالصوت ومانفذ الكورتر انش وال4.4 من الجهاز اليمين ما فيه اي شي الجهاز اليسار عندنا زر التشغيل وزر اختيار الامبوت والمينيو وابع التيربو اللي هو القين فيه ثلاث درجات قين الايكو والريجولر اللي هو العادي والتيربو وعندنا زر البلوتوث او اقتران البلوتوث من الخلف عندنا اول شي الزر الخاص بالطاقة تبغى الجهاز يشتغل على مثلا البطارية زي الوضع الحالي او تبغى على منفذ كهرباء خارجي تكون من وسط الهند او على وضع الشحن يعني راح يشتغلك بالكهرباء في نفس الوقت يشحن البطارية الداخلية اللي في الجهاز عندنا هنا منفذ الـ USB اللي هو الخاص بالطاقة والمنفذ هذا اللي هو بلانست يجي انبوت اللي هو تقدر تدخل لها الصوت عن طريق الفور بوينت فور وتقدر تطلع منها الصوت عن طريق الفور بوينت فور وعندنا AUX الـ Input وOutput اللي هو 3.5 وعندنا الـ USB فقط تدخل الصوت هنا وعندنا الـ AAS اللي شفنا قبوشي الادابتر حقه فقط ادخال وعندنا الـ Coaxial والـ Optical مجرد ادخال ما تقدر تطلعها منه هذه بالنسبة للمنافذ الموجودة على الجهاز طيب بالنسبة للبرنامج الداخلي عندنا هذا زر المنيو عندنا اول شي الفلاتر الـ Black Light تقدر تتحكم فيها المدة يعني حقتها وعندنا الـ Brightness حق الشاشة تقدر تتحكم فيه وعندنا الـ Phone Balanced اللي هو تتحكم في القناة اليمين توازن الصوت في القناة اليمين وقناة اليسار وعندنا التحكم في الشاشة تختار حل تبغى Spectrum أو يعرض لك Sampling وعندنا Timer للطف الجهاز في حال لك ما استخدمته يكون يطفى تلقائي وعندنا الـ Reset يعادة ضبط المصنع وعندنا الخيار الأول اللي هو الفلاتر كل داك طبعا يكون له فلاتر معينة زي مثلا الآن نركب داك الروم ما فيه لفلترين فقط طبعا الآن أنا مختار على وضع البلوتوث لإدخال للحظة تسوي لكم تيران مع جوالي حيث أنه راح يوضح لكم أنه تم الاتصال الآن ولاحظوا معي لو شغلت أي مقطع صوتي راح يعطيك الكودك المستخدم اللي هو الداك مع السيمبل ريت اللي 96 كيلويردز هذه تجيب مع الداك طيب في الشاشة الرئيسية مش يبين لك يبين لك الطاقة حق البطارية مستوى الشحن وبيين لك الوضع اللي أنت شغال عليه اللي هو الإيكو شوف لو غيرنا تختلف معك الإضاءة اللون الأزرق ويتغير معك إلى النورمل والتيربو راح تتغير معك أيضا الإضاءة إلى اللون الأحمر أنا عندك الاتصال بالبلوتوث واسم الداك اللي هو الروم والجودة الملف الصوتي اللي هو نوع الملف الصوتي بي سي ام هو الفلتر اللي أنت نطبقه على الجهاز الآن بنطب في الجهاز ونستعرض لكم من الخلف قربنا لكم الصورة شوي علشان توضح لكم المكونات الداخلية في الجهاز عندنا الباب الأول هذا اللي هو الخاص بالداك شريحة الداك اللي مركبة على الجهاز طبعا يفضل يكون عندك ملقاط زي هذا علشان تمسك المسامير لأن حجامها صغيرة مرة كذا نقدر نطلع شريحة الداك اللي راكبة على الجهاز زي الشريحة هذه لو تلاحظوا معي هنا اللي هي شريحة الروم وهنا يكتب لكم موديلها طيب نجي للجهة الثانية اللي هي جهة شرائح الانب أو الوب انب بس قبل لأن نتكلم فيها أنا حاليا أملك ثلاث شرائح الداك اللي متوفرها للجهاز في السوق هذه باينة معكم عندنا شريحة الروم اللي هي رقمها BD 34 31 EKV وعندنا شريحة EKM 499 EX وشريحة ES 90 39S Pro هذه تجي ستوك مع الجهاز وشريحة EKM تشتريها منفصلة بقيمة 200 دولار للشريحة فقط طبعا وشريحة الروم تشتريها ايضا منفصلة قيمة الشريحة 150 دولار بالنسبة لشرايح الداك باقي فيه الشريحتين رح تنزل ان شاء الله واحدة منها بتنزل قريب اللي هي شريحة R2R باذن الله اول ما بتنزل باشتريها بس انه مجهول كم سعرها ما ندري كم وايضا فيه شريحة ثانية اللي هي من شركة Sirius Logic بس هذي ايضا بتطول اكثر من شريحة R2R R2R قريبة بتنزل ان شاء الله طيب هذي شكل شريحة الامب فيه او شرايح الوب اامب مثل ما تشوفون هذي هذي الستوك اللي تجمعه هذي اللي هي OPA 1612A طبعا تفكه بالطريقة هذي بحيث انك تقدر تستبدلها وهذه القاعدة حقتها اني جي لشرايح الوب اامب اللي املكها في الوقت الحالي حقيقا عندي عدد لا بأس فيها ابدا من هالشرايح بذكرها لكم وحدة وحدة تكلفة كل شريحة عندنا اول شي شريحة اوب اامب من سباركوس لابس اللي هي SS 2590 برو هذي شريحة مرسلها لأخ عبدالله مشرف قروب التليغرام الله يطيل عافية علشان اجربها وشغلها على الجهاز شوفوا حجمها مقارنة بالشريحة اللي تجمع الجهاز الاصلية يعني شايف الفرق طبعا هذي تجي شريحة على جهزة الكلاس اي بس الجهاز هذا قادر انه يشغل بكل اريحية طيب هذي الشريحة قيمتها اللي الشريحتين الطقم الواحد 250 دولار وعندنا شريحة ستيكاتو OS DHB نفس الشي هذي شريحة نفس الاول اللي قبل شوي استعرضناها وتركب على اامبات الكلاس اي طبعا جميع شريح الكلاس اي ترتفع حرارتها بشكل كبير الشركة بالذات ركبت عليها هيت سينك مشتت حراري على الشريحة حق الوب آب وهذه مقارنة حجمها مع الاصلية اللي تجي في الجهاز طبعا ستيكاتو قيمتها 178 دولار للطقم الواحد الشريحة الثالثة عندنا اللي هي من شركة بيرسن 145 دولار للطقم وهذه مقارنة حجمها مع الشريحة الاصلية اللي تجمع الجهاز اللي هي 16 12 والشريحة الرابعة عندنا هذه من الشرائح الاقتصادية من شركة صينية شريحة اقتصادية ودسكريت في نفس الوقت هذه من شركة اسمها أكليام أو أكليم موديلها LC2 صراحة فاجأتني بهدائها مع رخيص سعر هدرة تكلفة تطقم منها ب24 دولار فقط صراحة انها تستحق كل دولار يندفع فيها وهذه مقارنتها مقارنة حجمها مع الأوب آم بالرسمي اللي يجي مع الجهاز اللي هو الو بي اي 16 12 وعندنا الشريحة هذه ايضا من شركة سباركوس لابس بس هذي بموديل SS 3600 واثنين ايضا شريحة دسكريت من نفس الشركة اللي تنتج الشرايح هذه شايفين الحجم فرق بين الثنتين كلهم ترى من نفس الشركة هذه سعرها 160 دولار للطقم الواحد للطقم يعني الحبتين وهذه مقارنة حجمها مع الأوب آم وعندنا ايضا شريحة من شركة برسن أوديو اللي سعر التقم 79 دولار وهذا حجمها مقارنة بال OPA وايضا عندنا مجموعة هنا من شريح الأوب آم بالاقتصادية كلها عندنا شريحة الأوركل 02 هذه 9 دولار وعندنا OPA 16 56 6 دولار وعندنا الميوز 02 37 دولار وعندنا هذه الشريحة اللي تجي إضافية مع الجهاز إذا اشتريته من شركة من تصنيع تكسس أنسترمنت اللي هي تجي بموديل L 49 720 M A فهذا استعراض الشرائح الآن بالمتوفرة عندي تكلفة الشرائح بدون شرائح لخ عبدالله يعني تكلفة الشرائح هذه علي طلعت 644 دولار مع الشريحتين هذه يعني وشريحة اللي أرسلها لأخوي عبدالله بشتري أنا مثلها 250 دولار يعني تطلع لي تكلفة الشرائح الأوب آم بالحالها 896 دولار يعني 900 دولار أغلى من الجهاز نفسه أنا أغلب استخدامي للجهاز أوصل لها من طريق اليو اس بي فقط علشان تلاف مشاكل الكهرباء والنويز والهيسينغ وهذه استخدم معه قطعة من شركة توبينغ اللي هي موديل HS02 وضيفتها باختصار Audio Isolator ويميزها عن غيرها أنها الأقل بينهم في مدة التأخير يعني Ultra Low Latency مقدار التأخير فيها 0.0 73 من الثانية الوحدة يعني 73 جزء من ألف جزء من الثانية وتدعم جودة الPCM إلى 768 على 32 بيت والDSD إلى 512 نفس الجودات اللي يدعم ها الجهاز فيها المراجعة راح تجاوز تقييم هذا الجهاز بشكل تفصيلي لأنه بكل بساطة ما أقدر أقيمه الكثرة التعديلات مثل ما تشوفون يعني لو فكرت أني بقيم معناته أستخدم شريحة داك نقول فرضا ESS يبغى لي استخدمها مع شرائح الآن بهذه كلها وأكتب عنها وأكتب ملاحظاتي عليها فبالتالي أحتاج شهور من الاختبارات والتجارب عشان أعطيكم تفاصيل كافية لكل تركيبة لكن أعطيكم رأي في شرائح الداكات خاصة كرأي مختصر مثل ما يقولون عندنا أولا شريحة ESS بتعطيك بيس غني جميل تفاصيل ممتازة جدا مع تقدم بسيط في الأبرميدز وبروز في التريبل وهو أصغر ساوند ستيج بين الثلاث داكات الشريحة الثانية اللي هي شريحة AKM فهي بتعطيك الآداء المعتدل أو المتوازن مع لمس الدفء وساوند ستيج والوسط بينهم وتفاصيل ممتازة وكل شي فيه ممتاز يعني هل أقرب للتوازن بين الثلاث مع لمس الدفء أما داك الروم بيعطيك الآداء التقني المثالي والأفضل من ناحية الساوند ستيج والتريبل وامتداد التريبل مع أن امتداد التريبل في الـ AKM ترى ممتاز على فلترين فقط والضبط الصوتي فيه محايت تماما أقصد داك الروم وهو أكثر واحد فيهم يتأثر بشرايح الأوبام استبدال الشرايح وأكثر واحد يبرز لك تأثير كل شريحة وصراحة أنه مع بعض الشرايح يعطي آداء شبه خالي من العيوب أو خلن نقول خيالي وبتكلم عنها أكثر بعد شوية إن شاء الله قلنا كل داك بكل فلاتر معينة والفلاتر على هات داك بالذات ترى لها تأثير واضح أنا ما رح أتكلم عنها كلها لكن بعرضها لكم كصور سير أنتم تقدرون توقفون الشاشة لو حبيتوا تعرفون تفاصيلها عندنا أولا الفلاتر الخاصة بداك ES 99 برو كل داك محطوط لك مسمى ورقمة قراءة حقته الخصائص وصف بسيط للساوند يعني مثلا داك ون يعني ركز لك تقريبا على الثانية فاست بيست سونج الأغاني السريعة ثالث فاست بيست سونج with strong rhythm monitoring style الفلتر الرابع الخامس وسادس نفس الشيء السابع كل واحد له وضيفة معينة حددت هالشركة الآن بعرض لكم فلاتر ال AKM ونفس الشيء مثل ما تشوفون كل فلتر له رقم معين الPCM لفلاتر والDSD لها فلاتر على الAKM صراحة هنستخدم فلترين اللي هي يا خمسة يا ستة اللي هي super slow roll off الخصائص حقت انها no eco response natural sound صوت طبيعي وبدون صدق الage حقتها اللي هي ultra sharp وصف الصوت فيه طبيعي طبعا بالنسبة الفلاتر DSD على كل الاجهزة استخدم الفلتر رقم ثلاثة لانه يعطيني اعلى رقم قبل لا يسوي cut off باقي عندنا اللي هو فلتر الروم مثل ما تشوفون ما فيه الا فلترين فقط اللي هي sharp roll off وسلو roll off انا دائما اشتغل على الفلتر الثنين اللي هو slow roll off يعني يعطيني استجابة الصوت الفعل مثل ما هو مكتوب في الوصف حقه ونفس الشي مع فلاتر DSD عشان تقدر تعدل على الجهاز تحتاج تشتغل عليه شوي ليه بأن الشركة مصممة الكرت حق الشرايح الآن بالطريقة يعني مع احترامي لهم غبية شوي الآن مثلا هذي شريحة ال OPA انا بركبها عليه وبجي بركبها على الجهاز عادي طبيعي بيقبلها معي لأن وجهها هي الاسفل تحت بتركب معي بكل سهولة عادي ما في هاي اشكالية لكن تعال مثلا بخلي هذه علشان تشوون بس الفرق في الحجم وهن راكبات على الجهاز طبعا من اهم الاشياء اللي لازم تعرفها عن تغيير الأوب آمب لازم تتأكد انه مختار الوجه الصحيح الأوب آمب مع مقابلة في قاعدة حقته بحط لكم صورة توضح لكم الفكرة فيها زي النصف دائرة هنا لازم تكون مقابلة للنصف دائرة هنا قلنا هذي بنجي نركبها علشان اقدر نركبها في الجهاز مستحيل تركب معي شايفين فرق الحجم يعني أصلا ما تقدر تدخلها وها الكلام ينطبق على باقي الشرائح عدس باركوس لاب هذي تقدر تركبها معاعدة انك تحتاج تقص هذه الزوائد الفضية ما تقصها من القاعدة نفسها من الأطراف ليه علشان لا تلامس مكونات الخاصة في القاعدة وبتركب معك عادي لكن بتجي مثلا للبرسن أوديو السكس مستحيل يركب في الجهاز طيب وش نحتاج علشان نقدر نركب هذه أو عشان نقدر نركب هذا القطع وحتى لو جيت يعني مثلا لو شفنا الشريحة هذه شريحة الأوبان أكبر من القاعدة بكبرها أصلا أو بنفس حجم القاعدة ما تقدر تركب الثنتين جنب بعض شوفوا لو ركبت وحدها وش بيطلح حجمها من مقابل القاعدة أعتقد أنها واضحة لكم الفكرة لو بجي يركب ثاني وين بركب ها في وهو لازم تركب الثنتين عشان يشتغل معك طيب علشان نقدر نسوي هالشغلة بتحتاج عدة قطع الأولى اللي هي الميني بي سي آي اي ادابتر اللي هي هذي ليش هذي باخذها علشان بتسمح لي بتركيب القاعدة على برة على فوق زي كذا تكون ظاهرة من الجهاز بحيث أني أقدر أركب أي شريحة طويلة زي هذي مثلا شايفين هذه الفكرة منها أنك تقدر تركب وتخليه يكون مفتوح وخارج الجهاز المهم أنه يشتغل معك لما أجي بركب هذه هنا للأسف مقاسها صغير ومختلف عن المقاس الصحيح في الجهاز نفسه بحطركم صورة توضح لكم أكثر طيب وش الحل في هالحالة تروح تاخذ لك بطاقة تصراف أو أي كرت بلاستيك مقوة تقص منها قطعة تكون على قد المسامير تفتح فيها فتحات للمسامير بحيث أنك خلاص تقدر تثبتها كل أريحية ونثبتها لكم عشان تشوفون يعني تكونون على بيّنة يعني الشريحة هذه القطعة أنا خدتها من شريحة شركة ستيسي علشان أقدر أثبتها نتجي للتثبيت نضغطها زي كذا نركب هذه هنا خلاص كذا الثبت عندنا اللي هو الميني بي سي قاعد ما عاد يتحرك نهائيا ولا عليه خوف إن شاء الله نتجي الشريح الأمب هذي الشريح الأوب أمب اللي من برسن أوديو خلاص نقدر نركبها الآن بكل أريحية طبعا نضغط تحت شيء ثبتها لأنها جاية طويلة فتطيح على قدام شوفت عينكم يعني الآن خلاص راكبة عندي وما فيها أي شكالية نهائية تشتغل معي زي العسل مثل ما يقولون طيب باقي مثلا الشريح هذه اللي هي الكبيرة هذه ما تقدر تركبها عليه دايريكت وش الحل معها الحل يطويل لنا الأعمار وركم إياها الحين نشتري وصلات اللي هي أوب آمب اكستنشن طيب وش الفايدة الحين تشوفون طبعا هنا مسهل لك الموضوع وراسمينها لك مثل ما تشوفون علشان تقدر توافقها مع اللي موجودة هنا كذا خلاص تسهل عليك المهمة ركبنا خلاص ركبت نجي للقاعدة نفسها خلاص نركبها زي ما هي أنا اركبها بالطريقة هذه علشان اقدر ثبتها بعد شوي بتشوف وليش نجي للثاني اركبها أيضا خلاص كذا ركبت عندي تمام اجي اثبتها بس في القاعدة خلاص أنا كذا قدرت استخدم شرائح أوب آمب كلاس A خاصة بآمبات ادري ان الشكل ماهو مثالي مثل ما يقولون لكنه تهمني الفائدة اللي هي الصوت نفسه اني جالس استفيد الاقصى درجة ممكنة من الجهاز فكذا قدرنا نحل مشكالية تركيب الشرائح الكبيرة طيب بالنسبة للآداء القطع اللي هي الأوب آمب باختصار برتبها لكم من ناحية الافضلية عندي طبعا مع داك الروم لانه اكثر داك استخدم عدا في بعض الاحيان استخدم الايكيم الاي اس اس صراحة ما عد استخدمت في الفترة الاخيرة افضل شريحة اللي هي سباركوس لابس هذي اللي هي النسخة اس اس 2590 برو مثل ما قلنا هي شريحة دسكريت يعني الشريحة هذه بالذات صراحة تعطي دايناميكس للصوت ما قدمر علي في اي جهاز وفي اي شريحة نهائيا ما عدا يمكن مع الكورد هيو قوتيتيتو تقريبا اذا اني اتذكر بالتمام يعني بقول يمكنها مثله بس هذك بكم سعر هذك ب 5000 دولار او شي زي كذا الشريحة المقاربة لها يعني تعطيني تقريبا 95 الى 97% من هذه من صوت هذه اللي هي شريحة هذه تفرق عن هذه ان الميدز يتأخر فيها شوي على تفضيل يعني الابرميدز خاصة تجي للشريحة هذه طبعا هذه من شركة استيكاتو تجي للشرايح بيرسن اوديو ال V6 فيفيد ملكة التفاصيل صوتها محايد تماما تماما حرفيا شريحة الكليم او اي كليم تتميز فيها انها تعطي تماسك اكثر للبيس ترفع تفاصيل بشكل مجنون امتداد التربل فيها رائع سباركوس لابس هذه الصغيرة اللي هي موديل SS 36002 خلنو نقول معطية تقريبا 80% او 85% من اداء هذه هذا V5i من بيرسن اوديو تعطيك توقيع صوتي تقريبا على V-shaped بعد باقي شريح الاوبامب كل واحدة لها زي ما تقول نكهتها للأسف الجهاز مع الشيء اللي قاعد يسوي معه مع تركيب القطعة هذه على سماعة Campfire اندروميدا قاعد يعطيني هسينك او صوت نويز يخف ويرتفع بعض الاحيان على حسب الشريحة اللي انت مركبها بس من المتعارف عليه انها سماعة بالذات على كل شيء بتعطيك هسينك تقريبا مع عداء بعض الاجهزة قليلة حتى ايضا سويت تجربة مع هالجهاز كنت اوصل الصوت لل طريق منفذ الكواكس والاوبتيكال عن طريق جهاز سبيديف او سبيدي اي 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 اف من شركة ماتريكس اوديو هذا هو يعني بالنسبة لانا ينايف صراحة كان مع شرايح الدسكريت ما لاحظت له اي تأثير او ما لاحظت له اي تحسن في الصوت لكن مع الشرايح العادية اللي هي هذه اللي ما هي دسكريت لاحظ انه ال background صار black يعني حسن اداءها الشرايح هذه مجرد تجربة ترى فقط لمعرفة الفرق الان بعرض لكم بعض الصور للشرائح وهي الشرايح الاوبام وهي راكبة على الجهاز بعض الصور من تصويري وتعديلي وبعض الصور لا والله من تعديل بعض المستخدمين في موقع هيدفايل اللي يعرفه عندنا مثلا الحين الصورة الاولى لشرائح ال سباركوس لابس البرو الصورة الثانية ل سباركوس لابس ايضا العادية مقارنة حجمها بشرائح البرو وعلى البرسن اوديو الفيفيد وعلى البرسن اوديو في فايف اهي كلها هذي مثل ما تشوون اشكالها وهذي صورة من هيدفاي الشريحة لالكليم سي فايف هذي ان شاء الله باشتريها وهذي شريحة صراحة ما ادري وشي لكن مثل ما انتوا شايفين يعني شكلها مرعب صراحة وبعض الناس صراحة يعني مجانين في التعديل يعني لو تشوفون الصور اللي طالعها لكم شي مخيف تعديلهم عليها يعني الناس قاعدة تشتغل ما ادري كيف صراحة بس هذي ابغالها فنيين يعني عارفين وش قاعدين يسوون وقبل لا اختم هل انصح بشراء الجهاز للمستخدم العادي خلنا اقول حقيقة اني ما اقدر انصح فيه رغم انه مميز ويعطيك خيارات غير محدودة نهائيا ليش ما ابغى انصح فيه لانها اكثر من حاجة المستخدم العادي بكثير بعد وعني انا شخصيا لو لن عندي قناة واسوي مراجعات على السماعات ما كنت اشتريتها لانه لحد اللحظة هذي مكلفني قريب الالفين دولار هو ملحقاته يعني تتكلم عن سبع الاف وخمسمية ريال تقريبا والرقم قاعد يرتفع بها المبلغ اقدر اصوي اشياء كثيرة كمستخدم عادي بقدر اخذ لي مثلا سبع سماعات كل سماعها بل في ريال كل واحدة بتوقيع صوتي كل واحدة مدريش فبيكون عندي تنوع اكثر بستفيد اكثر لكن انا بالنسبة لي كمراجع احتاجها بسبب كثرة السماعات اللي اسوي تجارب عليها يعني انا في السنة الوحدة اسوي تجارب يمكن على مية سماعة او اكثر حتى في بعض الاحيان فكل سماعة من المعروف انها تعطيك تميزها على مصدر معين اكثر من غيره ما هو معناته انها سيئة بالاجمال لا تلقاها على واحد من المصادر وانت تجرب تعطيك اداء مذهل مقارنة بغيره فعشان كذا احتجت هالجهاز وكلها القطعة هذي مع انها مكلفة جدا لكن انا استفيد منها عرفت وطبعا في الاول والاخير انت حر في مالك تقدر تشتري الشيء اللي ناسبك وانا عشان كذا جلست استعرض هالاشياء والخيارات والمتاحف في هالجهاز لانه حرفيا جهاز وحش وحش لكنه ما هو الكل المستخدم يعني مثلا واحد نقول عنده سماعتين ثلاث سماعات حرامة يقد يدفع هالمبالغ كلها هالجهاز ما رح يستفيد منه ياخذ الهداك اهم بعادي مكتبي او متنقل اللي هو كافي بالنسبة له لكن لو واحد عنده كوليكشن مثلا عشرين سماعة خمسة عشر سماعة اقدر اقول في هذه اللحظة يعني تقدر تقول اوكي بالنسبة له لو خذه وارجع وقول انه هذي مجرد وجهة نظر عندي ممكن تتقبلها ممكن ما تتقبلها تشوفها صح تشوفها غلط هذا شي راجع لك كمستخدم انت اللي بتدفع وانت اللي بتستخدم وبهنا نكون وصلنا لنهاية هذه المراجعة تقبلوا خالص تحية اخوكم نايف ترجمة نانسي قنقر